بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وبركاته العالمين لفضل هذه الأمة العظيم ولقصر أعمار هذه الأمة حبان الله سبحانه وتعالى بسنة عظيمة جدا لا أعلم هم أكثر الناس هي بأن عطانا سبحانه وتعالى بسنة معينة فضل قيام ليلة القدري في كل ليلة فكيف نحصل سواء بقيام ليلة القدري أو قيام أربع أو صلاة أربع ركعات في كل ليلة كأنها كانت صلاة هذه الصلاة أو هذه الأربع ركعات في ليلة القدر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن أصحابه بسنة صحيح من صلى أربعا بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كنا بعدلهن من ليلة القدر وجاء وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال من صلى أربعا بعد العشاء لم يتكلم بينهن كنا مثلهن من ليلة القدر وجاء أيضا عن السيدة عشاء بسنة صحيح وعن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وجاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال من صلى بعد العشاء كان من قام ليلة القدر ومن صلى بين الصبح والظهر كان كمن صلى بعد العشاء وأيضا جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود من صلى أربعا بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم وفي رواية أخرى بتسليمة واحدة كنا بعدلهن من ليلة القدر وفي رواية أخرى بعد بسنة صحيح من صلى أربعا بعد العشاء فأطال فيه ركوعهن وسجودهن وعلم ما يقترقه فيهن كنا بعدلهن من ليلة القدر تعالوا بقى نجمع بالحديثة كلها ونحصل ونشوفكم ونرى كافة سنحصل هذا السبب العظيم أو كافة تحصل قيام أربع رقعات في ليلة القدر في كل ليلة يعني كانك صلى الله لهذه الأربع رقعات ليلة السبب وعشرين التي هي أرجع ليلة في كل ليلة طبعا بضائع السنة بيخسر صبب عظم جدا أول شيء صلاة العشاء لا يجب أن يكون في المسجد من صلى الإشاء في البيت بدون عزر راح منه هزس وذلك ضائع منه هزس لأن الحديث بيقول إيه من صلى أربعا بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد يبقى إذا كان كان عبد الله بن صعود يريد أن يقول لك أو عن رسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصلي الإشاء في المسجد طبعا أن تكلم ديقول لصلاة العشاء وصلاة الفجر في المسجد ويجب أن شرائيون وحتميون جاذب وما ترجى صلاة الجماعة بدون عزر يأسموا إسما كبيرا ويخسر خسارة فداحة فلا معنى أن تأخذ سواب ليلة القدر وأنت ضاعت صلاة العشاء في المسجد دي أول حاجة تاني حاجة بعد صلاة العشاء تجلسوا خليلا تذكر الله سبحانه وتعالى ما توصلش السنة بالفرض رسول الله سبحانه وتعالى نهى عن وصل السنة بالفرض وقال لفصل الصلاة بيننا وبين أهل الكتاب عدم وصل النافلة أو بتطوع بالفرض فما نعملش اسم بين ناحية العشاء ما نضيعش مننا السواب تقعد شوية تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى وتختم الصلاة ختم الصلاة هامون جدا جدا في جبر النقص في الصلاة فإذا الصلاة قبلت صلاة العشاء قبلت هذا أوقع في أن تحصل سواب الأربع ركعات دول في لاية القطر يبقى تقعد حول خمس دقائق أو ثلاث دقائق متجعا إلى القبلة في المسجد تستغفر ما يسعي قال لك أن تستغفر أكثر من الاستغفار لا لا تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك حسني عبادة ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تسجلي الإكرام معانين تقرأ آية الكرسي معانين تسبح وتحمد وتهلل وتكبر تاتة وتلاتين وتتلاتين وتقول لا إله إلا الله وعذر الشريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ده أدنى ختم الصلاة ودهام جدا 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 لجبر النقص في الصلاة زي ما نقول إذا جعل حسسنا رسول الله السلام أنه قال أن الله لا يأخذ من أسكار العبد في أسكار العبد فيجبر بها النقصة في صلاته وإن الصلاة إذا ما يحسن فيها العبد تصعد ومعها مظلمة وتنغلق السماوات فيها فترد عليه وتلفق خارقة سوداء ويلف بها وجهه وتقول ويلطن بها وجهه وتقول له ضيعتاني ضيعة فلازم تحسن في صلات عشاء عشان تحصل لسواب اللي جاية بعد كده وتجلس قليلا بعد كده بعد تجلس قليلا كما قلنا وتقوم وخلصا أنه محتسبة للأجر أنك تصلي هذه الأربع ركعتها حدث نفسك بهذا أو أجلي هذا على قلبك بدون الكلام يعني أن أجلي هذا على قلبك لأن أعمالهم بينانية أعمالهم باهمية فاستحضار النية هام جدا تقوم وأنت مستحض للنية أن أنا بصلي الأربع ركعتها عشان أخذ سواب ليلة القدر كاني بصليهم ليلة القدر بعد كده تصلي هذه الأربع ركعت متصلات وتطيل في القراءة شوية وتتدبر في القراءة يعني إذا كنت بتصلي مثلا الأربع ركعت دول في الأحوال العادية في خمس دقائق لا أصليهم في سبع دقائق أو في ثمان دقائق والسحاول تستحضر قلبك في هذه الأربع ركعت أكثر من السوابات التانية عشان يكون في فرق بينهم لأن هذه الأربع ركعت دول ستأخذ بهم سواب ليلة القدر لأن جاء في الحديث فعلم ما يقترق فيهن وأطال فيه ركوعهن وسجودهن يبقى لازم يبقى لازم الصلاة دي تكون متميزة مختلفة عن الصلاة التانية يبقى هتطول شوية في القراءة و هتطول شوية في ركوع والسجود بعدين هتطيل في بعدين هتصلي هذه الصلاة متصلات كأنها زهر أو عصر كما جاء في رواية عبدالراما بصعود وحاول أن تتكلمش مع أحد أنا آسف والنسية أقول هذا ما تتكلمش مع أحد وانت قاعد بتذكر ربنا صلحة الله تعالى لقد تقوم تصلي الأربعة لأنه في رواية عن الروايات عن ضراب مصعود ما تصلي أربعة وبعد الإشاء لم يتكلم بينهن كنا بعد ليلنا ملاد تقاط حتى يكون العبادة متصلة ورويا عن سعيد الموسيد أو أحد الكبار التابعين أن رجلا نكلمه بعد صلاة الإشاء فقال فقال روي الحديث فلم يراجعني حتى صلي هذه الأربع رقاط لم يراجعني لم يردش عليه خالص لكن أفترض أنه ستكلمك لضرورة في ضرورة خليتك تتكلم خلاص المهم أن النسان لا يمزح لا يلغو لا يتكلم في أمر من أمور الدنيا دون حاجة ولا تحاولت أن تبدأ أنت بالكلام لكن واحد سألك السلام عليكم هتقول عليه لكن حاول أنك أنت ما تتكلمش إلا ضرورة ولكن أختم صلاتك أكسب من الزكر بعد الصلاة وما تتكلمش مع أحد قوم وخلصا أنه محتسم للأجر وبعدين ما متخش في الصلاة طور شوية في القراءة وحتطور شوية في الركوع والسجود أكثر من وحتصلي الأربع رقاط دون متصلات كأنك تصلي زهرا أو عصر لأن في رواية من روايات قال من صلى أربعا قبل العصر لم يقطعهن بتسليم وفي رواية أخرى بتسليمة وحدة كنا بعدلهن من ليلة القدر كأنها المرأة في بايتها أيضا تصلي الأربع رقاط دي بس بشرط عشان تاخد صبب ليلة القدر الرجل كالمرأة لا تسلونك شرطين ولا تسلونك شرطين أولا تصلي الصلاة في وقتها بعد ساعة العشاء على طول بعد الأزان ما تأخير الصلاة ساعة 9 أو 19 بالليل بدون أعذر حاجة الحاجة الثانية حسن انتبعه للزوك الحديث أنا قلت قبل كده الهام جدا جدا إن الأنصارية اللي قادة رسول الله سلام ذهب الرجال بالأجور ويشهد معك الجمعة والجماعات ويجاهدون معك في سبيل الله فماذا لنا نحن نساء فقال لها فسر رسول الله سلام سررا شديدا جدا لسؤال المرأة وقالوا أذيبي أخبري من ورائك من النساء أن حسن تبعه للمرأة لزوجها يعدل كل ذلك إذن المرأة كان الرجل تماما هتاخد ثواب الجماعة يبني أن لو صليت العيش أول الصلاة في أول وقتها بعد 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 الأدانة على طول وخلصة النية محتسبة للأجر هتاخد ثواب الجماعة وهتاخد ثواب قيام نصف الليلة زي جزا الرجل بالزبط وبعدين تعود تسكن ربنا على السجادة الصلاة وخمس دقيقة متجهة للقبلة وتقول الأسجار كلها وحاول ما تتكلميش مع حد كان الرجل وهنتقوم صليت الأربع ركعات الضول بنفس طريقة الرجل ستحصين نفس الثواب وكانك صليت الأربع ركعات الضول ليلة القدر يبقى تشاهد الثواب العظيم فأنا أكتب لكم الحديث دي كلها تحت الفيديو سأخوه ونشروها ونشروا هذا العلم في ثواب العظيم من العلم علمها فالله أجرم عام بيئة من قيامة لا أقوذلك منظرين شاي تنشوش شفعي الجرس واشتراقوا قناه لها سراكم كل جديد وساعدوني عن رصة سنة نبوي أقول قبل هذا استغفر الله ليقول لكم